نحن نقول اليوم إذا ما صار في أي إجراءات بخصوص الحدود اللبنانية تحضر للتدفق من سوريا إلى لبنان ومن لبنان إلى هذه الدول لأنه في وضع اقتصادي فإذا هذا الواقع الموجود نحن إذا هذا الواقع الموجود مطلوب أن الحكومة تروح لمقاربة اقتصادية للملف لمقاربة سياسية ولا مقاربة آنونية أنه هذا شرعي هذا جاي من منطقة نزوح لا كل هذه ما بتعنينا نحن نحن نعنينا كدولة لبنانية كيف فينا نستفيد اقتصاديا من هذا النزوح السوري حتى يكون مصدر للنازح وللدولة كنت عبتقول أنه سوريا نحتاج له قصاديا يعني مثلا أعطيك شغالية أنا مثلا لنقول في سوريا موجود بلبنان من دمشق وهو مقيم بطريقة غير شرعية أو دخل بطريقة غير شرعية وهو يعمل مثلا في صيانة المولدات الكهربائية لهذه مهنة منحتاج إلى بلبنان لأنه نحن اليوم في عنا 3600 مولد هو يوزعه اشتراكات وآلاف المولدات بالأبنية وبالتالي هيبدأ صيانة وتصديح دائم وما عنا اليد العام للبنانية الكافية فهؤمن إذا أنا عندي سوريا يعمل بهذا المجال لوه جاي من دمشق وهو غير شرعي أنا بعتبره هذا لازم يحصل على إجازة وإقامة ويمارس عمله بطريقة شرعية لأنه هذا يحتاجه الاقتصاد اللبناني هو بيكون عم يستفيد إذا عائلته بالشام بتكون عم تستفيد والاقتصاد اللبناني بيكون عم يستفيد منه بينما بالمقابل إذا أنا عندي سوريا جاي من منطقة حرب وفيت بطريقة شرعية وعنده إجازة وإقامة بس هو بيشتغل تنقل بس السوري اللي نحن محتاجين لإله قبل ما تنقل على السوري الغير اللي منا محتاجين لإله عم بيطلع كمان دولارات إلى الخارج لا مغرين إذا بحكيها فإذا نحن هذا السوري اللي جاي من منطقة في حرب عنده إقامة شرعية وكل شيء عنده كل الصفات اللي بتطلب على الحكومة اللبنانية بس هو بيشتغل مهنة تنقل سائق سيارة أو هو بيشتغل بمطعم أو بفندق يعني هو عم يمنافس اليد العام لللبناني هذا أكيد ما بنحتاج لإله عشان هيكي لازم نميز بين السوري اللي يحتاجه الاقتصاد اللبناني ويكون مصدر غنى وازدهار لإلنا ولسوريا والسوري اللي هو ما بيحتاج لإقتصاد اللبناني هايكي لازم نميز مش شرعي وغير شرعي دقل قبل الـ 2019 أو بعد الـ 2019 لبنان عمليا يحتاج إلى يد عاملة أجنبية وتحديدا بقطاع مثلا ذكرتلك أنا هذا القطاع ذكرتلك قطاع البناء ذكرتلك قطاع الزراعة اليوم إذا فلوا السوريين في مشكلة بقطاع الزراعة إذا فلوا في مشكلة لذلك في يد عاملة مثل ما عملت أوروبا إجيت فرنسا بريطانيا سويسرا سويد حتى حتى مثلا منلاحظ عفوا سيز منلاحظ أنه باليومين اللي قطعوا بالبلبل اللي صارت مؤخرا شفنا أنه كمان ممكن ورشة بناء توقفت ليومين لأنه كان فيه خوف لأنه سوريين خافوا تماما كانت مثلك أنه علامة على أنه نحنا بحاجة لذلك أنا عم أقول هذا الموضوع بده مقاربة بعيدا عن العنصرية بعيدا عن الغوغائية بعيدا عن السياسي بعيدا عن أي نظرة آخر يكون أنه نزرع أو تصوّع